بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من البرنامج التريند حلقة النهاردة مهمة جداً 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 لأن في كلام كتير أوى على السوشيال ميديا إحنا كالعادة بنحاول نجيب لكم المعلومة من مصدرها في تفاصيل كتيرة جداً مطشي كسر ربطة ليحة الدورة بيتول إيه؟ ليحة كسر ربطة بيتول إيه؟ هل فيه ليحة موحدة؟ كل التفاصيل المتعلقة باللوايح هتكون معنا النهاردة فيه برنامج التريند كمان مطشي الأهلي والهلال شايف كلام كتير أوى على السوشيال ميديا كل الكلام ده النهاردة عندنا رد رسمي عليه في ظل إن احنا قادر إمكان بنحاول نجيب المعلومة من مصدرها في ظل حالة البلبلة ناس كتيرة بتجتهد لكن للأسف هذه الاجتهدات قد تسبب بعض الأمور اللي بيبقى فيها تعصب على السوشيال ميديا فالنهاردة كمان عندنا معلومات مهمة بخصوص كل التفاصيل والإجراءات اللي بتهم كل المشاهد في كل مكان بخصوص مباراة الأهلي والهلال السوداني في جولة الحسم لدوري أبطال إفريقيا كمان هنتكلم على إدارة المسابقات وفي تفاصيل متعلقة النهاردة الصحف الإنجليزية تتكلم على الواقع الشهيرة وهي تريند على السوشيال ميديا بخصوص وقعة مباراة النصر والسويس كل التفاصيل دي مع أخبار منتخبنا الوطني مع استعدادات الأهلي لمباراة الهلال السوداني هتشوفوها النهاردة من خلال برنامج التريند لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في تريند الأهلي كولر يحدد خطة الاستعداد لمباراة الهلال وفي التريند المحلي رسميا 20 ألف مشجع لمباراة مصر وملاوي وفي التريند العالمي باريسا جرمان يستقر على رحيل ميسي يبدو كده أن ليونيل ميسي على أعتاب اللعبة في الدور السعودي ومواجهة منتظرة كالتجمع كريستيان وميسي ولكن في المملكة العربية السعودية ده هنتعرف عليه بالتأكيد خلال الأشهر القليلة المقبلة طيب نروح لجولة مباراة اليوم والنهاردة ما فيش مباراة كتير يمكن أبرز مباراة اليوم هي مباراة تكأس الرطة إن بارح كانت فيه مباراة والنهاردة فيه مبارتين طيب في هذه الأثناء يمكن فيه مباراة ما بين غزل المحلة والإسماعيلي والنتيجة الآن التعادل الإيجابي واحد واحد بين كلا الفريقين طبعا كلنا عارفين لو فيه تعادل أكيد لازم يكون فيه فريق كسبان عشان يتأهل الدور القادم خلال الفترة اللي جاية الساعة السبعة مباراة ما بين الاتحاد السكندري وفرقه وفي هذه المباراة عند وقعة كده هتكلم عليها بالتأكيد لكن لما تيجي أكيد الفقرة بخصوص الحكام والمسابقة وإدارة المسابقات وكل التفاصيل اللي نتكلم النهاردة عليها لكن دول أبرز مباراتين النهاردة في كأس الربطة والنهاردة راحة ما فيش بقى مباراة في الدوريات الأوروبية ولا في الدوريات الخمس القبرى طيب دي كانت مقدمة النهاردة من حلقة التريند نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الحاسمة والأخيرة من مباراة تدوري أبطال إفريقيا طبعا اتحدد بنسبة كبيرة جدا سبع أندية تأهلت إلى مرحلة الدور ربع النهائي مثلا بنتكلم على الوداد وشبابة القبال الجزائري من المجموعة الأولى بنتكلم على الترجي وشباب الوزداد الجزائري من المجموعة الرابعة بنتكلم على الرجاء الرياضي المغربي وسيمبا التنزاني من المجموعة الثانية وسانداونز متصدر هذه المجموعة الثالثة ويتبقى مقعد واحد هيكون ما بين الأهلي والهلال السوداني وبالتالي ناس كلها خلال الساعات الأخيرة طبعا لا حديث يعلق على هذه المباراة اللي أصبحت هي مباراة تحديد المصير لكن في النهاية مهم جدا لازم يبقى لنا دور إعلامي خلال الفترة اللي جاية هي مباراة كرة قدم لازم نركز في التسعين دقيقة يا جمهور النادي الأهلي سبكم من أي كلام بيتكتب على السوشيال ميديا وأتمنى ما يكونش فيه تفاعل مع أي حاجة موجودة على السوشيال ميديا محتاجين نهدي الأجواء عشان اللعيبة تركز وتحضر بشكل كويس لهذه المباراة هي مباراة داخل الملعب 11 وصد 11 والجمهور أكيد هيكون ليه دور كبير جدا ولكن دور الجمهور هيكون جوا الملعب مش بره الملعب ففكرة أن الجمهور يروح ليه مشحنات من بعض الأطراف اللي عايزة تعمل بلبلة ده مش في صالح أي حد ولا في صالح جمهور النادي الأهلي ولا في صالح النادي الأهلي دورنا كإعلام ودورنا كجمهور نشجع الفريق التسعين دقيقة جوا الملعب أكيد بننتظر الموافقة الرسمية على الحضور الجماهيري في هذه المباراة إن شاء الله بإذن الله يكون فيه عدد يعني بإذن الله عدد مميز جدا في هذه المباراة الفاصلة وإن شاء الله بإذن الله كمان المباراة تقام على استاد القاهرة الدولي ولكن محتاجين نركز في هذه المباراة لأن المباراة على المستوى الفني مباراة صعبة جدا 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 محدش يتخيل إن الهلال جاي لك وفقد مثلا حظوظه بعد التعادل مع صندانز فهينزل مستسلم إطلاقا الهلال هيعمل مطش المصير بالنسباله فأنت لازم تبقى عامل حسابك إن المباراة صعبة المباراة مستهلة ومحدش يرتكن على فكرة إن انت محتاج تكسب واحد سفر فتتأهل لأ واحد سفر لو فضل التوالي تسعين دقيقة لقدر الله في أي لحظة أنت ممكن تخرج بمعنى إيه؟ لو الهلال أحرز هدف فأعتقد مسألة تأهله هتبقى محسومة بالنسباله ففكرة إن انت تكسب واحد سفر وتنتظر لغاية الدقيقة تسعين والمطش يخلص ده صعب جدا أنت لازم تلعب مباراة للمكسب والسكور لازم تلعب مباراة للمكسب والسكور تكسب اثنين ثلاثة عشان تلعب المباراة يعني بهدوء لأن حتى لو أي هدف أحرز بعد كده وانت كسبان ثلاثة أو كسبان أربعة مش هيبقى ليه أي قيمة لأن انت متأهل بفارق المواجهات المباشرة وحتى كمان فارق الأهداف آه واحد سفر صحيح تؤهلك ولكن محتاج تلعب مباراة فالنية على عال مستوى محتاج تعمل اسكور من بداية المباراة عشان تلعيح نفسك طوال أحداث المباراة لأن الهلال من الديئة الأولى للديئة التسعين طالما النتيجة سفر صفر أو واحد سفر هو عارف لو أحرز هدف حسم الموقع بالنسبة له فدي رسالتي للعيبة وللجمهور في نفس الوقت بالنسبة كمان للعيبة انتوا خطوا قبل كده مباراة أصعب من كده بكتير وعارفين ان في مواجهات ممكن بتحصن في السواني الأخيرة لكن دوركم في هذه المباراة اللي انتوا بتدفع عن حاجتين أولا رد اعتبار ليكوا انتوا على المستوى الشخصي بعد مباراة الزهاب وفي نفس الوقت مصلحة مع جماهيري النادي الأهلي ولو بشكل ضمني للاحداث اللي تمت على مدار مشوار دور المجموعة جتلك الفرصة لغاية إيدك أو جتلك الفرصة بإيدك اللي انت تحسمها عشان تتأهل للدور القادم وبعد كده نتكلم بقى في الأدوار النهائية ويمكن الحمد لله يمكن لما بغصت كده على الإعلام في القرى الإفريقية بلا يكون اللي بيتكلم على أن النادي الأهلي عندما يتأهل إلى الأدوار النهائية كل الأندية أكيد هتصب بجام غضبها على سانداوز نتيجة تعادله مع الهلال السوداني لأنه سمح للأهلي أنه يحيي حظوظه من جديد في دوري أبطال إفريقيا وطبعا الكل عارف لما الأهلي بتأهل الأدوار التالية بتبقى حظوظه ومنفسته على اللقب بتبقى كبيرة جدا نظرا للتاريخ والشعبية والجمهارية والإمكانيات المتاحة بالنسبة للنادي الأهلي طيب في جزاية تانية متعلقة بتوقيت ومكان وموعد وحكام مباراة الأهلي والهلال السوداني أنا بقول لكم معلومة رسمية حتى هذه اللحظة وأنا بتكلم معاكم وحتى مساء اليوم يعني النهاردة بنتكلم في منتصف الأسبوع النهاردة اللي اتنين ما فيش قرار رسمي ولا في خطاب رسمي لا بتوقيت المباراة ولا بمعاد المباراة ولا مكان إقامة المباراة ولا حكام المباراة المباراة 2 إبريل لغاية اللحظة دي قرار مش رسمي والكلام ده مش رسمي المباراة تتلعب أحد أيام 31 مارس أو 1 إبريل الكنفدرالية يوم 2 إبريل فكل الاجتماعات اللي على السوشيال ميديا غير صحيح أنا بقول لكم معلومة رسمية لم يصدر أي خطاب رسمي يؤكد موعد ومكان وتوقيت وحكام مباراة الأهلي والهلال قرأت وشفت ناس بتتكلم عن أن بابلاكت سيم الحكم الأسيوبي مرشح لإدارة المباراة برضو بأكد حتى هذه اللحظة قد يكون من الأسماء المرشحة ولكن على المستوى الرسمي لم يتم إرسال أي بيانات رسمية تتعلق بهذه المباراة حتى الآن هي المباراة الوحيدة اللي هتكون حاسمة وفصلة ولكن لسه بيتم أنك تشوف مباراة الساندونز والقطن الكاميروني هتبقى في رمضان تتلعب بالليل الساعة 9 لازم تكون في توقيت مطش الأهلي والهلال لأن الصدارة لسه متحسمتش في مقعد كمان لسه متحسمش الأول ولا الثاني بس دي مباراة ما بينهم لو مطش الوداد مع شبيبة القبائل دي مباراة ما بينهم فمش محتاج تلعب المباراة التانية مثلا في توقيت واحد لكن المباراة اللي محتاجين يتلعبه في توقيت واحد الأهلي والهلال وساندونز والقطن لكن على المستوى الرسمي حتى هذه اللحظة كل اللي بيتكاتب على السوشيال ميديا اجتهادات لا تحدد معاد المباراة الساعة 3 العصر في رمضان وهو طبعا المعاد المقرر يعني واللي أنا عندي تأكدات إنه هيبقى كده رسمي الساعة 9 بالليل بس برضو لسه ما تمش إرساله بشكل رسمي ولا تعين حكام المباراة حاجة تانية كمان النهاردة اللي 2 فوت النهاردة وكمان عدي التلات يوم اللي 4 ابتداء من يوم اللي 4 انتظر في أي لحظة يكون فيه قرار رسمي بتحديد موعد ومكان وتوقيت وحكام مباراة الأهلي والهلال السودان أعتقد كده احنا حسمنا الموقف بالنسبة لكل السادة المشاهدين ورغاء مني لجمهير النادي الأهلي لا تنصاقوا وراء أي إشاعات موجودة على السوشيال ميديا ناس تقول لك أصل أهلي طلب التأجيل ما حصلش ناس تقول لك أصل المطش 3 العصر وانا حتى وانا جاي سمع في الرجل حد بيقول المطش 3 العصر والمفروض إعلام كبير يعني برضو الكلام ده ما حصلش والكلام ده مش حقيقي كل الكلام ده أنا أقولت لكم رسمي النهاردة ما فيش حاجة رسمي بكرة مش هيطلع حاجة يوم اللي 4 الكاف هيحدث الترتيبات النهائية وهيتم إرسال كل التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة بعد التنصيق مع كل الجهات المختص يعني منذ قليل أعلنوا من خلال صفحاتهم الرسمية تأجيل مباراتين للهلال أمام الأهل شندي والأهل مروي في الدوري السوداني ممكن الاتحاد السوداني بيدي مساحة وقت للهلال السوداني عشان يلعب مباراة الأهل بمساحة فترة كده يكون فيه ما يكونش فيه ضغط مطشوات يكون فيه أريحية شوية للهلال فطبعا شايفين الاتحاد السوداني بيدي مساحة وقت وإحنا لسه عندنا فيه أزمة فيه موضوع الأهل والمصر وكاس الربطة وإيه اللي بيحصل في كاس الربطة طيب ده كانت بداية مهمة جدا عشان أتكلم على مباراة الأهل والهلال السوداني الجاز الفني قد راحة للعيبة هيرجع للتدريبات بإذن الله من يوم الجمعة اللي جاية كولر هيرجع من الأجازة يوم الخميس آخر النهار وتبدأ تدريبات الأهل من الجمعة الجاية طبعا بنفتقد حوالي 14 لعب بس هيبقى فيه تدريبات اتداءة من الجمعة الجاية وعلى مدار أسبوع كامل استعدادا لموقعات الهلال السوداني إن شاء الله طيب أروح بقى لكاس الربطة لأنه عندي كلام مهم جدا الناس كده بس ايه تركز معايا في الكلام اللي هقوله لأنه أنا بارح سمعت كلام غريب غريب أصل الأهل بعت بيقول إن أنا مش على عبطش المصري لأن فيه اتنين لعيبة أو أكتر من لعيب المنتخبات لأ أصل البند ده في لايحة الدوري ولايحة الكاس غير لايحة الدوري طب نركز مع بعض في الكلام اللي هقوله إن أنا هتكلم طبقا للنصوص الموجودة في لايحة الربطة ده مش كلامي أنا ولا اللي كاتبه ده أو دي الليحة اللي نشرها الأستاذ عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات واعتمدتها ربطة الأندية في 4 أكتوبر أولا ما فيش حاجة اسمها ليحة الدوري ولايحة كاس الرط ده أولا ما فيش حاجة اسمها فيه ليحة للدوري وفيه ليحة الكاس الرط لا سنادي الحاجة عامر حسين في 4 أكتوبر 2022 اعتمد ليحة تحت عنوان ليحة إدارة المسابقات ما بين قصين ربطة الأندية المحترفة 20-28 20-23 طيب في تعريف الليحة قال إيه؟ قال المسابقة اللي بيقصدها أو إدارة المسابقات اللي بيقصدها في الليحة اتنين الدوري وكاس الرط يعني هو أدمج الدوري وكاس الرط في الليحة واحدة نركز بس في التفصيلة دي أدمج الدوري وكاس الرط في الليحة واحدة طيب لما أتكلم على تعريف كلمة المباريات قالك إيه؟ تعني أي مباراة في كرة القدم مقامة في إطار فعاليات الدوري أو كاس الرط بصوا خدوا بالكم من التعريفات اللي موجودة في الليحة عشان الناس مبرح اللي طلعت قالت أصلي فيه لايحة للدوري وفيه لايحة الكاس الرابط الكلام ده غير صحيح بالمرة وكلام عاري تماما من الصحة والنادي الأهل لما بيبعت أي خطاب بيتكلم فيه على أدارس الأوراق بشكل جيد جدا ما فيش حاجة اسمها لايحة دوري ولايحة كاس الكلام ده ما حصلش فيه لايحة واحدة اعتمدها الأستاذ عامر حسين بصفة المشرف على دارة المسابقات مع الأستاذ أحمد دياب رئيس ربطة الأندية بتاريخ 4 أكتوبر وحط عنوان لها لايحة إدارة المسابقات ربطة الأندية المحترفة الليحة دي فيها الدوري وكاس الرابط طيب ففي التعريفات قلنا المسابقة اللي مكتوبة جوه الليحة بيقول إن دي الدوري وكاس الرابط في المباريات بيقولك إطار فعاليات مباريات الدوري أو كاس الرابط طب تعالى بقى في المادة أربعة بيقولك إيه تختص الربطة بإدارة مسابقة الدوري وكاس الرابط شفتوا اللايحة بتدمج المسابقتين في اللايحة واحدة المسابقتين في اللايحة واحدة المادة الاربعة بتقول كده طيب المادة الاربعة وعشرين بيقولك ايه تدير الربطة مسابقات سنوية ما بين قصين الدوري وكاسر ربط يبقى المادة الاربعة والمادة الاربعة وعشرين بتحدد الربطة بتدير ايه وبتحدد ان المسابقتين في اللايحة واحدة طيب تعالوا بقى في الاحكام المتعلقة بالمسابقات الدوري اللي احنا بنلعبه ده اللي فيه 34 اسبوع اللي كان قبل كده لليحة من 10 رقات الحاجة عامر حسين اختصره في 3 مواد بس من المادة 54 للمادة 56 بس طيب كاسر ربطة المصابقة الجديدة اختصرها في 3 مواد من المادة 57 للمادة 59 يبقى انت لما تيجي تكلمني عن الدوري تكلمني في المواد من 54 ل56 لما تيجي تكلمني في كاسر ربطة تكلمني في المواد من 57 ل59 طب سيبكم من كل ده هل يجوز بعد محدد كل المواد دي اجي اعمل في النهاية احكام ختمية شروط عامة الاحكام الختمية شروط عامة يعني بتسري على المسابقتين بتسري على المسابقتين بتسري على الدوري وبتسري على كاسر ربطة طيب الحاجة عامر جيف مادة اللي هي تخص كاسر ربطة اللي هي المادة 57 قالك ايه؟ قالك هتلعب مباراة كاسر ربطة اجباري بدون اللعبين الدوليين اوكي؟ ما اختلفناش هتلعب كاسر ربطة اجباري بدون اللعبين الدوليين بقائمة الفريق الاول تمام؟ تمام بس جيف المادة 109 لما عمل احكام ختمية للليحتين مع بعض قالك بقى لا يتم النظر في تأجيل اي مباراة لأي نادي الا اذا تجاوز عدد اللعبين في المنتخب اكتر من اثنين لعيبة يعني الاحكام الختمية دي بتجب كل اللي فات او بتأكد كل اللي فات يبقى انت حضرتك عشان تعمل ليحة للدولي وليحة كاسر ربطة لازم تطلع ديف ليحة لوحدها وديف ليحة لوحدها لكن ما تحطش اللي اتنين في ليحة واحدة وتحط لي احكام ختمية فيها مواد مخلفة لليحة كاسر ربطة ما انا البندل 109 ده اطبقوا على ايه؟ لو طبقتوا على الدوري ولا طبقوا على الكاس الربطة ده كده المفروض يتطبع على الاثنين للي انت قلت في النهاية احكام ختمية والاحكام الختمية على ليحة ادارة المسابقات اللي اتنين يبقى بالتالي انا لما اقول انا عايز اأجل انه عندي اتنين لعيبة بستند للمدة 109 لان المدة 109 احكام ختمية لليحة الدوري ولايحة كاسر ربطة اللي انت حالك عادتهم تحت عنوان ليحة ادارة المسابقات المفاهيم القانونية وشرح اللوايح مهم جدا فبالتالي الربطة اعتقد السنة الجاية هتعمل لايحة الدوري ولايحة كاسر ربطة بسبب التداخل اللي موجود في لايحة المسابقاتين كمان والاكتر من كده تيجي تبص على العقوبات لو انت انسحبت او ملعبتش كاسر ربطة ما فيش عقوبات فاي نادي ليه الحق انه يعتذر بس انت قلت المشاركة اجبارية طبعا لو اعتذرت ايه العقوبات مش كاتبها وبالتالي هنا في خلل في لايحة ربطة الاندية واعتقد النادي الاهل لما درس الموقف وبعد اعتراض على المشاركة في مباراة المصري كان موقف قانوني وسليم 100% هكتفي بهذا القدر واخرج لفاصل بس بعد الفاصل هرجع لنهاربط المشاكل اللي موجودة في اللوايح المتعلقة برابطة الاندية مع حاجة في المسابقات لان النهاردة صحف الاوروبية بتتكلم عليها وترند للأسف سلبي على السوشيال ميديو طيب قلت النهاردة عندنا مفاجآت من كل مكان يعني ما فيش حاجة عن عديها لغاية لما نوضحها لكل السادة المشاهدين طبعا النهاردة وانبارح كان فيه موضوع منصار بشكل كبير جدا على السوشيال ميديو وقعت الحكم محمد فاروق الحكم السكندري اللي كان بيدير مباراة السويس والنصر الموضوع وصل حتى كمال للصحف الاوروبية النهاردة لما نشوف مثلا وانبارح الديلي ميل بتتكلم على هذه الوقعة وشايفينه قدامنا على الشاشة على فكرة ان حكم بيدير مباراة استعان بتليفون احد المشجعين لمساعدته في اتخاذ قرار ان اللعبة دي هدف ولا مش هدف وكأن ده تقنية الحكم الفيجي المساعد فهم سابقة لا تطبق فيها هذه التقنية انتو فهمين ده معنى ايه؟ انتو عارفين اديلي ميل لما تكتب كلام زي ده معنى ايه؟ معنى ان خلال ساعات هيجي لك ايميل من الايفاب خلاص ودي للمرة التانية على فكرة ده مش المرة الاولى يعني المرة الاولى كانت من كم سنة لما جابوا شاشة تليفزيونية كده الشهيرة اللي كان قدامها الكابتن محمد الحنفي والله ايفاب ساعتها بعطلك قالك انت بتعمل ايه؟ النهاردة انت بتستخدم موبايل احد المشجعين عشان تشوف الحالة هدف ولا مش هدف؟ خلال ساعات هيجي لك يعني قدامكم على شاشة ايه الصورة ايه ده يا جماعة بيحصل في مصر ازاي؟ يعني انتو وصلتوا لاي مدى ان حكم من منطقة اسكندرية ومنطقة اسكندرية معروف ان فيها دايما حكام كبار مش حكام صغيرين وفيها حتى يعني مسؤول في التحادل كورا الحاجة عامر حسين رئيس منطقة اسكندرية فالحكام دول كلهم اكيد يعني عارفهم كويس جدا فازاي يتم الدفع بحكم زي الكابتن محمد فاروق وعلى فكرة انا سألت حتى عليه الفترة اللي فاتت في وجود كابتن ياسر محمود ما كانش بيحكم الكابتن محمد فاروق خالص بعد الكابتن ياسر محمود مقدم استقال لو مشي لقيت الكابتن محمد فاروق بيحكم فدي برضو علامة استفهام لللجنة اعتقد لازم تجاوبنا ايه اللي خلى الكابتن فاروق يحكم دلولة بعد ما كان مستبعد في وجود الكابتن ياسر محمود وكابتن ياسر يعرف حكام اسكندرية كويس فالنهاردة دي اللي ميل بتكتب يبقى انتظر قرار هيجيلك قرار مش تحزير لا قرار هيجيلك من الايفاب لان انت بتلعبش قرى لوحدك انت في الاخر بتغضع لقوانين الفيفا بتغضع لقوانين اللعبة فحلوصلنا لمرحلة صعبة جدا طيب بعد الصور دي وبعد تديلي ميل ما كتبت انا كنت متوقع ان المباراة تتعاد لان دي مخالفة لقانون اللعبة لا المفاجأة جات لي امبارح بالليل في وقت متأخر يعني قرارات لجنة المسابقات بخصوص هذه المباراة انا قلت بقى هفتح القرار هلاقي المطش يتعاد وقرار تاني خالص لا فجأت ان القرار اللي تم ارساله لنادي النصر ايقاف مدرب النصر اربع مطشات وغرامة الفين جنيه وغرامة مالية على نادي النصر خمس تلاف جنيه ليه يا جماعة ده الحكم حسب هدف وفريق السويس هو اللي نزل اعترد ولما الحكم شاف اللعبة في الموبايل رجع في قراره فبعد كده حصل اعترد من نادي النصر ده الوقع ده اللي احنا شفناه يعني لو استعرضنا الصور اللي معنا طبعا للأسف طبعا الحو مش معنا بس الصور اهو ده مسؤول في نادي السويس بيدي الموبايل لحكم المباراة بحمد فاروق طب بص ساعة الوقع نفسها ساعة الهدف ايه اللي حصل قدامنا الفريق الازرق اللي بيعترض ده ده فريق السويس طب ساعة احراز الهدف مين اللي جير راح يتخط السنتر وفرحان بالهدف ومين اللي بيعترض فريق النصر عمد السنتر واللي بيعترضه فريق السويس وبالتالي المطش مش هيتعادي ازاي اتقلق اصلي ايماء اللي ما جاء في تأرير الحكم ومراقب المباراة طيب مرايب المباراة معلوماتي انه ما قالش الكلام ده مرايب المباراة قال اخطاء الحكم تبقى لما ورده في شريط المباراة والمرايب كان موجود لكن الحكم اللي كانت المفاجئة بالنسبالي ان اللجنة استدعته في نفس يوم المباراة الحكم من اسكندرية وفيه اتنين مساعدين واحد من الوادي الجديد وواحد من المنصورة بصوا انا بقولكوا كل واحد جاي منين لأ ارجع على المعسكر ارجع على المعسكر ارجع على المعسكر ليه ارجع على المعسكر ويكتب تأرير دلوقتي التأرير اللي كتب ما فيهش كل الاحداث دي الحكم كتب في تأريره ان الهدف انا احتسبته من اول مرة وان الهدف او انا لغيت الهدف اقصد يعني انه ما حسبش الهدف ودي الغاء هدف واعتبرها تسلل او لمسة يد ما عرفش هو كان يوصد اي حتى في الالغاء لكن الشريط ما بيقولش كده اتحاد القرى على فكرة كانت في اجتماعات مبارح ما بين اعضاء اتحاد القرى مع مسؤولين في نادي النصر وقعب في استيناف على قرارات المسابقات انا ايا ان كان القرار اللي هيتاخد اعادة مباراة مش اعادة مباراة احنا روحنا لمرحلة ان احنا بنخالف القوانين وكمان بنكتب تقرير مخالف للشريط ومخالف للوقائل احنا كلنا شايفينه صوت وصورة يعني مخالف لللي احنا شايفينه وده يخليني اسأل لجنة الحكام قبل ما اسأل ادارة المسابقات او اسأل لستاذ عامر حسين لجنة الحكام وانتوا شفتوا شريط المباراة ازاي تقتنعوا ان حكم يكتب في تقريره الكلام ده وهو ما حصلش ازاي يتكتب كلام زي ده وهو ما حصلش وازاي تستدعي هو والمساعدين يجوا المعسكر ويكتب الكلام عكس الحقيقة اللي تمت في المباراة يعني هنكدب عينينا ونصدق اللي مكتوب في الورقة مهرماتش لو مش مزعع هنقول ماشي نادي النصري بيتجنة نادي السويس بيتجنة انا مش فريق انا على فكرة انا لما بيلي طرف على حساب طرف انا القصة بالنسبالي مسابقات القرى المصرية الشكل لعمل القرى المصرية لما تديلي ميل تكتب على الكلام ده ده ما ينفعش على فكرة لان الكابتن محمد فاروق ده على فكرة اللي بيحكم دلوقتي في الممتاز به ممكن يتوقف اسبوع اثمين شاه الناس عتنس بس ممكن لأ ليه في اخر الدوري السنة دي لا انا مش ععد الموضوع ده اخر الدوري ايه الحكم ده ما يطلعش ممتاز خالص الحكم ده ما ينفعش يكمل في الممتاز به والتحاد القرى لازم يرجع لشريط المباراة ولازم القرارات دي يتمهم راجعتها وبعدين المطش تلعب يوم 17-3 ايه واجه السرعة ان اقدارة المصراءات تجتمع 19-3 نفسها غريبة برضو من الغرائب اللي موجودة عشان اعرفكو برضو في حاجة غلط في المسابقات انا اتكلمت عن لايحة الربطة وقلت في حاجة غلط بص بقى على المسابقات انا افكر قبل كده في ماتش الترسنة والدخلية اتوقع عقوب على اعضاء في مجلس الدارة للترسنة بسبب الخروج على النص السنة دي حصلت نفس الوقع بس ما حصلتش عقوبة ففي حاجة انا مش قادر افهمها هي الربطة او لايحة المسابقات او ادارة المسابقات او الاستاذ عامر حسين ياريت يوضح لنا القصة دي في سنة وقعت عقوبات على اعضاء مجلس الدارة في الترسنة وفي سنة تانية موقعت شعوبات رغم من الوصف اللي اتنين كانوا واحد بتأرير الحكام بالمناسبة الوقع المشتركة ما بين المباراتين كان فيها كابتن طاري السيد في ماتش الترسنة والدخلية وحتى السنة دي في ماتش النص ومنتخب السويس دايما لكابتن طاري بيبقى موجود فيه الاحداث الاخيرة او الاحداث اللي موجودة دي حاجة تالتة وديرسالة مني للجنة الحكام قبل ما اطلع الفاصل بما ان انا بتكلم كمان على الاحداث اللي لايه علاقة بحكم المبارات اكتر من 10-15 حكم اتوقفوا بسبب الاوزان الزائدة فكرة ان حكم يكون وزنه زايد مش منطقي ولا معقول ولا مقبول حتى لو حكم القسم الثالث اصلي فيه ناس كلمتني قلت لده المشحكم الممتاز يا سيدي انا معلوماتي ان فيه 2-3 منهم موجودين في الممتاز بس الغريب بالنسبالي النهاردة لما لقيت عيين مبارات الاتحاد وفاركو حكم الفارد كابتن سيد شعبان طب الكابتن سيد شعبان اتوقف بسبب الوزن الزائد الزائد حط حكم تقنية فيدجو النهاردة وبالمناسبة النهاردة الكابتن السيد شعبان حكم تقنية فارد في مطش الاتحاد وفاركو في كاس الربطة هو مش معنى ان هو قعد في غرفة على كرسي فمش هيجري فالوزن مش هيفري لا وهو الاقاف ده عشان الوزن يرجع للوزن المثالي معلوماتي كمان ان حسام عزب حجاج نفس الموضوع معلوماتي كمان ان فيه حكام اتعوروا وقتلهم اصابات معلوماتي كمان ان فيه حكام بيحكموا في الممتاز عندهم نفس الازمة وفيه حكم كمان حكم في الممتاز مطشة او مطشين اكتر من 12 كيلو اكتر من 12 كيلو وزن زائد ازاي ازاي ده يحصل الفكرة في حد ذاتها عشان اختن كلامي في الجزئية دي لو في انضباط وفي حكام حصلت مشاكل منه ومن بعض ووقعت العقوبات والجزئات هيتبقى المصطرة بتاعتك واحدة انك بتعاقب حكم اعتد على حكم او بتعاقب حكم وزنه زائد فبالتالي بتستبعده او بتعاقب سين وصاد وعين ولكن يبدو ان المصطرة مش واحدة او اللي بيعين عنده مشكلة في التعينات لو كل الحكام دول توقفوا وبالتالي انا بصراحة مبسوط جدا من ادارة فيتور بيريرا للجنة الحكام رغم ان لسه ما حطش ايده في التعينات ولسه ما دخلش في التفاصيل اكتر ولكن عجباني فكرة انه متابع من بعيد وعجبني برضو اني في ناس في اللجنة بتحاول تساعد ويمكن كانت فيه مكلمة جامعاتني بعدد من اعضاء اللجنة بيقولولي بنحاول اني ساعد الرجل لكن عموما باللي حصل النهاردة التعيين حكم وزنه زائد في تقنية الفيديو لا دي مش مساعدة بحكم اعتاد على زميله وما صدرش عقوبة دي مش مساعدة بحكم وزنه زائد وتخطى حدود اللياقة مع معد اللياقة البدنية دي مش مساعدة طبقوا اللوايح والانضباط على الجميع وتعالوا النهاردة شوفوا الحكام الافارقة اللي تم اختيارهم لمباريات دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية في الادوار النهائية مين موجود ومين مستبعد عشان لما قلنا قبل كده اسمع حكام مستبعدة محدش كان مسدقنا وكان نفاكرين ان احنا بدأت جنى على عدد من الحكام دي كانت رسالتي بخصوص المسابقات الربطة اللوايح الحكام وكمان اتكلمنا على مباراة الاهلي والهلال نخرج لفاصل وبعد الفاصل نبدأ بقى ونتكلم على السوشيال ميديا ونشوف المواقع والمنصات الاجتماعية اتكلمت ازاي في ترند الاهلي اهلا بحضركم من جديد وترند الاهلي نشوف الترند الاهلي النهاردة للكتب في السوشيال ميديا لانه فيه كلام مهم جدا البداية من الملعب القاهرة 24 الاهلي يحسم قراره النهائي من كأس الرطة في اجتماع مجلس الادارة غدا تفاصيل الخبر بتقول ان يحسم الاهلي موقفه النهائي من المشاركة في كأس الرطة من عدمه خلال اجتماع مجلس ادارة النادي اللي هيعقد غدا السلساء بمقر النادي بالجزيرة القاهرة 24 قالت علمت يعني ان القرار الاقرب لمجلس ادارة الاهلي هو الانسحاب من البطولة خاصة بعد رفض مرسل كولر المشاركة نتيجة ارهاق اللاعبين نتيجة المنافسات السابقة وقرب توقيت المباراة مع موعد مباراة الهلال السجن عايز اأكد بس على تفصيلة مهمة جدا اجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي غدا ليس له علاقة باحداث او فكرة قرار المشاركة في كأس الرطة من عدمه هذا الموعد محدد منذ فترة عشان محدش بس يربط ان ده اجتماع طاري او ده اجتماع لعلاقة باتخاذ قرار الاجتماع محدد ليه من فترة وجدول الاعمال ممتد لتفاصيل ادارية داخل النادي في فترات تصابقة وبالتالي الاجتماع جاي في توقيت ملوش علاقة خالص باحداث كسر ربط الاهلي هيشارك ولا مش هيشارك طبيعي يتم عرض ما تم في اجتماعات لجنة التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب ومع مرسل كولر والكابتن سيد عبدالحافيز على مجلس الادارة كابتن خطيب اكيد ممكن يعلم مجلس الادارة باخر الاخبار واخر التفاصيل ولكن قرار يتخذ او اجتماع اتعامل مخصوص لهذا الامر بأكد ان ده غير صحيح لان انا عارف في السوشيال ميديا خلال الساعات الجاية لما الاجتماع يبدأ بكرة الناس كلها تربطوا ان ده اجتماع طاري ده غير صحيح طيب حاجة تانية حساب يلا كورة مصدر ليلا كورة لا عقوبات على الاهل حال الانسحاب من كأس الرطة وده اللي انا قلته في بداية الحالة وانا بتكلم على اللايحة لايحة الادارة المسابقات لربطة الانديا المحترفة مفيش اي نص واضح يقول لو انت مشاركتش في الدوري اه لو انت مشاركتش في كأس الرطة تاخد عقوبة كذا هم كاتبين المشاركة اجبارية لكن ايه العقوبة لو حد انسحب او اعتذر مش قيلين وقلت لحضراتكم ان اللوايح كلها او اللايحة فيها مواد عكس بعض في مواد مخلفة لمواد سابقة وفي مواد ختمية تجب اللوايح او تجب المواد الموجودة في بداية اللايحة واعتقد على ربطة الانديا تراجع اللايحة من تاني لان تم سياغتها بشكل غير قانوني طيب نروح لحساب كورة اليفينت الاهل يؤمن خط الوسط بخمسمائة الف دولار فقط مجلس الخطيب يلتقط بديل خرافي لديانج للتعاقد معه من قلب قرة افريقيا سعيا لتحصين القلعة الحمراء مستقبلا كلام تحس طبعا ان فيه مفاجأة معنا لكن تفاصيل الخبر وفقا لتقارير غير رسمية من داخل القلعة الحمراء بتقول ان الاهل يرغب في ضم لاعب افواري في خط الوسط في نادي اسكا ميموزا اسمه محمد زجرانا هذا اللاعب فيه تقارير بتقول ان فيه متابعة من النادي الاهل لضم اللاعب ويكون افضل اللاعب يكون خليفة لاليو دينج وان السعر المعروض حوالي خمسمائة الف دولار طيب نروح لحساب بطولات اللي راح بسرعة لللاعب بشكل مباشر وخد تصرحات منه وعلى عهدت بطولات محمد زجرانا لاعب خط وسط فريق اسك ميموزا بيقول سأضغط على اسك من اجل اللاعب للاهلي ونادي مغربي مهتم بضمي لو التصرحات دي صحيحة اعتقد ايبقى حاجة كويسة جدا من حساب بطولات انه هو بيروح للمصدر مباشرة وبيحاول قدر ان كان يعرف منه الحقيقة ولكن اللاعب في تصرحاته قال ايه ارغب بشتى الطرق في الانتقال للاهلي وده يندل على شيء بيدل ان الكل بلا استثناء نفسه بالتأكيد يلعب في اهم واكبر وافضل نادي في القرى الافرقية بس انه مهمة تانية لم يتواصل معي احد من مسؤولي الاهلي ارد في الصحافة فقط ان في رغبة لضمي وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم هي تقارير غير رسمية وده اللي اكدوا اللاعب خط الوسط محمد زجرانا في نادي اسك ميموزا احب طبعا النادي الاهلي واتمنى ان انضمي لي للمستقبل لكن في النهاية القرار قرار مسؤولي اسك واضغط بشكل قوي اذا رغب الاهلي في ضمي من اجل الانتقال للنادي الاهلي طيب قرب لص بيقوله استعدادا لمواجهة الاهلي الهلال السوداني يحدد موعد سفره الى مصر طيب ادارة نادي الهلال حددت يوم الثلاثاء 28 مارس موعدا لسفر دعسة فريق النادي الاهلي الى مصر استعدادا لمواجهة الاهلي في الجولة الاخيرة بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا طبعا عايزين ييجوا الاتنين ييجوا التلاتة ييجوا الاربع براحتهم كده كده المباراة لسه يتحدد موعدها بالكتير خلال 48 ساعة زي ما قلت في بداية الحلقة فاكيد عايزين ييجوا من بدري ياخدوا الاجواء من بدري كده كده الهلال الاصطل حتى لو ما فيش مباراة مع الاهلي معظم معسكراتهم بتبقى في القاهرة وبتبقى في اكتوبر وبيجي يلعبوا مبارات ودية وبيعودوا في مصر وقت طويل جدا وهم عارفين ان قامتهم في مصر يعني اكتنك موجود في بلدك التاني ولكن للأسف للأسف بعض من بعض الاشخاص اللي كانوا خارجين على النص قالوا تصريحات في الفترة السابقة اسائت لي الجماهير عبر السوشيال ميديا ونتمنى ان الناس دي تختفي الفترة الجاية وما تظهرش عشان المباراة ان شاء الله نشوف فيها مستوى فني راقي من الفريقين نادي قادش لقرة القدم واحد الاندية الاسمانية التقى وده من خلال حسابهم الرسمي التقى الشريك المالك في نادي قادش بين هاربريج عضو مجلس الادارة مع المهندس محمد سراج الدين والمدير التنفيذي الدكتور سعد ان شاء الله بخلال زيارته للقلعة الحمراء طبعا يتطلع الترفان للتعاون في المستقبل القريب واكيد نادي قادش من خلال حسابه الرسمي نشر هذه الصورة اللي فيها اهداء النادي الاهلي نادي قادش الدرع وشعار النادي وفيه بقى اطار انه ممكن يكون فيه تعاون مستقبلي تنزيم مباراود دية التعاون فيما يتعلق بمنصات السوشيال ميديا اتاحة فرصة للعبين المصيري للاحتراف في النادي الاسماني تبادل الخبرات والزيارات في خلال الفترة الجاي خاصة في قطاع الناشئين طيب دي ابرز الامور اللي معايا النهاردة فيه تريند الاهلي وقدر ان كان لمنى كل التفاصيل اللي موجودة على السوشيال ميديا نخرج الى فاصل ثم نواصل والفقرة الاخيرة من برنامج التريند طيب التريند المحلي والتريند العالمي واخر فقرة معنا النهاردة في برنامج التريند واكيد هنبدأ بالكلام على منتخبنا الوطني اللي بدأ معسقاره من النهاردة استعدادا لمواجهتي ملاوي حساب اتحاد القرى نشر قرار رسمي 20 الف مشجع في مباراة منتخب مصر وملاوي بالدفاع الجوي حصل الاتحاد المصري على موافقة الجهات الامنية لحضور 20 الف مشجع في مباراة منتخب مصر الاول امام ملاوي المقرر اقامتها باستعداد الدفاع الجوي المباراة تكون في رمضان الساعة 9 بالليل باذن الله يوم الجمعة المقبل طيب نروح لحساب الاتحاد المصري ايضا وصور من مقر اقامة المنتخب والمعسكر وانطلاق المعسكر فيتوريا استقبل اللاعبين قبل انطلاق معسكر المنتخب قدامنا صور طبعا الجهاز الفن بقيادة روي فيتوريا ومعها محمود قهرباء مع محمد دهاني واستقبل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفن المنتخبنا اللاعبين في اليوم الاول لانطلاق معسكر الاستعداد لمباراتي ملاوي في التصفيات الافريقية كان موجود كمان هشام صلاح احد الوجوه المنضمة وعمل معهم جلسة سريعة كل توفية رب المنتخبنا في هذه المباراة الحاسمة محتاج في المباراتين تاخد الست نقاط عشان تتصدر لان لسه الفئة كلها متساوية في رصيد تلت نقاط مع غينيا كونكري ومع اسيوبيا المصر الرياضي يقوله تعرف على موعد انضمان محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر اليوم ينضم محمد صلاح لمعسكر منتخبنا الوطني استعداد المباراتين ملاوي 24 و28 مارس وبالتأكيد هيكون في جلسة ما بين صلاح والجهاز الفني في بداية المعسكر نروح كمان ونشوف حساب ملعب القاهرة 24 بيقوله ان في مركز جديد لامام عشور مع المنتخب خلال مباراة ملاوي بقرار من فيتوريا طب ايه هو المركز؟ بيتكلموا ان الامام عشور ممكن يتم الدفع به في مركز صانع اللعب مع سناء الوسط الاقرب للمشاركة اللي هم طارق حامد ومحمود حمادة عشان يكون امام عشور في المقدمة وعلى يمينه صلاح وعلى يساره عمر مرموش يعني القاهرة 24 ده بالتشكيل من قبل المعسكر ما يبدأ اوما نشوف الفترة اللي جاية مع بداية المعسكر والاستعداد لمباراة ملاوي مباراة مهمة مهمة جدا السلاس نقاط وحصيلة الاهداف اخر خبر معنا في تريند المحل حساب يلا كورا والنهاردة الاتحاد الافريقي حدد اسماء الحكام اللي هيكونوا موجودين في معسكر حكام النغبة في الفترة من 13 الى 18 ابريل في القاهرة الحكام دول بس هم اللي هيديروا مباراة دوري التمانية وقبل النهائي والنهائي في المسابقتين دور الابطال وكأس الكنفدرالية من مصر تم اختيار امين عمر ومحمد معروف حكام ساحة وبالتأكيد ابرز حاجة في هذا الاختيار استبعاد بكاري جسامة الحكام الجنبي الشهير خرج من حكام النغبة لأول مرة منذ اكتر من حوالي 13 سنة بكاري جسامة خرج من حكام النغبة وقيمة الحكام فيها امين عمر محمد معروف من مصر حكام ساحة احمد حسان طه محمود ابو رجال اتنين حكام مساعدين وتلات حكام في تقنية الحكام الفيديو المساعد محمود عشور احمد الغندور والوافت الجديد عمر احمد الشناوي في حكام من تونس صادق السلمي هيسام كراط في حكام من المغرب ردوان جيد سامير القزاز في حكام من الجزائر مصطفى غربال لحلو بن براهم بملكة سيمة الاسيوبي موجود بوبي تراوري الحكم المالي موجود دانيا اللارية الحكم الغاني موجود وحكام تقنية الفار اللي موجودين في هذا المؤسكر من دولتين بس من مصر والمغرب يعني يبدو كده من تقنية الفيديو اللي هتتطبق من أول الدور ربع النهائي هيكون فيها حكام يعني فيها ميكس شوية لو فيها طرف مصر هيبقى حكام من المغرب لو فيها طرف مغربي هيكون حكام من مصر بس بشرط ما يكونش فيها مباراة بين طرف مصر ومغربي لأننا كنا عارفين ما فيش حد بيطبق التقنية في الأفريقيا كلها إلا مصر والمغرب وهيتم استخدام تقنية جديدة ليس لها علاقة بالتقنية اللي بتتطبق في مصر يعني التقنية اللي كانت موجودة في مباراة الأهلي في دور الأبطال المسلم الماضي أمام الرجاء أو أمام مفاق ستيف أو حتى في المغرب في مباراة الفاينل مش هتكون موجودة الكاف تعاقد مع شركة أخرى عموماً دي كانت أبرز الحاجات اللي بعانا النهاردة في برنامج التريند وقد إن كان حاولنا نتكلم فيه تفاصيل كتيرة متعلقة بالأحداث اللي موجودة عبر السوشيال ميديا في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا الحلقة جديدة من برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء